أصيب متعاقد عراقي جراء تفجير جديد استهدف رتلا للتحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة في محافظة بابل جنوب بغداد وذلك بعد يومين من تفجير مماثل استهدف رتلا قرب العاصمة بغداد بحسب مصادر أمنية صحيفة العربي جديد نقلت عن مسؤول أمنية أن عبو ناسف محلية الصنع استهدفت شاحنات تحمل مواد لصالح التحالف الدولي على الطريق الدولي السريع في محافظة بابل مشيرا إلى أن التفجير تسبب بإصابة أحد عناصر الشركة الأمنية المتعاقدة مع التحالف وهو عراقي جنسية وتضرر إحدى سيارة الرتلا